اشتركوا في القناة التكنولوجيا الماليزية UTM أعمل حالياً كأستاذ مساعد في جامعة الUTM بجانب إدارتي للأكاديمية العربية للإستشارات والبحوث لأكثر من سبع سنوات بحمد الله أعمل كمحكم في عدد من المجلات العالمية مثل IEEE, Mobile Technology Interactive, Mobile Technology إلى آخره حالياً أشرف على ثمانية طلاب دكتوراه منهم اتنين كمشرف رئيس وستة كمشرف مساعد بجانب إشرافي على عدد من طلاب الماجستير طبعاً أكرر أنه الهدف من هذا اللقاء هو تبادل الخبرات في موضوع البحث العلمي وأتمنى أنه يكون اللقاء مثمر ومفيد هذه صفحتي في جوجل سكولر طبعاً أنا أعمل كأستاذ مساعد في مجال تقنيات تعليم لسنة الثالثة الآن تمكنت من نشر أكثر من تقريباً عشرين بحث في مجالي في قواعد بيانات Web of Science, Scopus وال-ERA ERA هي مجلة فهرسة استرالية مقاربة لـ Scopus ولكن Scopus تأتي في رانك أعلى خلينا نقول منها الحمد لله هناك أكثر من 200 اختباس لأبحاثي من خلال الباحثين الآخرين في مجالي والبحث العلمي هو يعني مجال واسع جداً فالجميع ما زال يتعلم وهو مجرد يعني مشاركة للخبرات والآراء ما بين الباحثين طيب إيش حنغطي في هذا اللقاء زي ما قلت إنه اللقاء هذا ما حيكون تقليبي مجرد تلقين معلومات حشارك معكم بعض الأوراق العلمية المنشورة إيش أهم النقاط اللي إحنا ممكن أو لابد إنه إحنا نركز عليها في مواضيع البحث العلمي خاصة لو إنت في عندك رؤية إنه تكمل مثلاً باجستير دكتورة في دول ناطق يعني غير ناطقة باللغة العربية البحث باللغة الإنجليزية هي يعني خلينا نقول عالم آخر للبحث باللغة العربية مختلفة إلى حد ما في الستركتشر في البحاور وإلى ذلك ولكن تركيزنا اليوم حيكون بشكل عام بالبحث العلمي بشكل عام تمام هنروح على تعريف البحث العلمي أمثلة تطبيقية للبحث العلمي إيش نكتب في الفصل الأول إيش هي محاور الفصل الأول الفصل الثاني دراسات السابقة والإطار النظري إيش الفرق بين الإطار النظري ودراسات السابقة فصل البنهجية وهو من أهم الفصول إيش النقاط اللي يجب مراعاتها عند كتابة بنهجية البحث مروراً بتحليل الإحصائي فقط معلومات عن أهم البرامج المستخدمة في التحليل الإحصائي ونهاية ببناقشة النتائج طيب لو إحنا حبينا نعرف البحث العلمي قلنا إيش هو تعريف البحث العلمي البحث العلمي بكل بساطة هو البحث عن حلول لمشكلات موجودة طبعاً هذه الحلول تقدم بطريقتين الطريقة الأولى من خلال إثراء المحتوى الموجود في المجتمع حالياً أو خلق محتوى جديد أو خلق حلول جديدة تمام؟ يبقى هو إثراء المحتوى العلمي سواء بتقديم علم جديد أو الزياد عليه إيش يعني علم جديد؟ علم جديد مثلاً كوفيد 19 هو شيء جديد على العالم أجمع تمام؟ فقط خلال السنتين اللي فاتوا للعالم واجه هذا المرض فالباحثين والخبراء في هذا المجال وظيفتهم أنهم يقدموا علم جديد في هذا المجال يقدموا دواء للقضاء على هذا المجال من خلال البحوث اللي هما يعني يعملوها في المختبرات من ثم يطبقوها مثلاً على بعض الحيوانات كالفئران وكذا بعدين يطبقوها على الإنسان هذا علم جديد ولكن الزيادة على العلم الموجود اللي معظم البحوث في السوشيل ساينس أو العلوم الإنسانية بنسويها إحنا كباحثين إيش هي؟ مثلاً بندرس أثر تحصيل الطلاب أو أثر مثلاً التعلم بعد على تحصيل الطلاب تمام؟ هذا الزيادة على علم جديد يبقى سواء إثراء المحتوى بالزيادة على العلم الموجود أو بعلم جديد هو هذا البحث العلمي طيب إيش هي خطوات البحث العلمي؟ لو أنا فكرت كباحث وقلت أنا بدي أعمل بحث أنا بدي مثلاً ألتحق بأحدى برامج الماجستير أو الدكتوراه وبيدي أعمل بحث سواء ماجستير أو دكتوراه إيش أنا؟ أول شيء لازم أعمله أول شيء أو أول خطوة من خطوات البحث العلمي اللي يعني أجمع العلماء عليه هي الملاحظة مثلاً لو أنت بتودي ابنك على مدرسة دولية أو على مدرسة حكومية تمام؟ أو على مدرسة خاصة ولكن أنت ملاحظ أنه ابنك يعني أداؤه مش زي ما أنت بتتمنى فأنت بتبدأ تلاحظه ما فيه خلل التحصيل الأكاديمي للإبنك مش مزبوط فأنت بتبدأ بعد الملاحظة تطرح أسئلة وين المشكلة؟ هل المشكلة في المدرس؟ هل المشكلة في الطاقم التدريسي؟ ولا هل المشكلة في المدرسة نفسها؟ ولا في المنهاج اللي هم يدرسون؟ تمام؟ إحنا لاحظنا المشكلة بدينا نطرح الأسئلة بعد طرح الأسئلة عندك الآن أسئلة تبدأ تفرض فرضيات والله أنا رأيي أنه المشكلة في المدرسين هذه فرضية تفرض فرضية أخرى بتقول لا أنا بقول أن المشكلة في المنهاج الدراسي المنهاج الدراسي عندهم مش مضبوط المجتمع المدرسي كله مش مضبوط مثلاً مدير المدرسة عنده خلل تمام؟ هذه كلها فرضيات طب كيف بتتضح هذه الفرضيات؟ وكيف إحنا بنبدأ نجاوب على هذه الأسئلة اللي نطرحها من خلال إجراء التجربة؟ إيش هي أجراء التجربة؟ مدروع المدرسة من قابل المدرسين نقولهم الله إحنا بنجري تجربة وحبين مثلاً يعني نقعد معاك مصص ساعة أو ساعة ونعرف نسألك بعض الأسئلة عن مثلاً أداءك عن هل فيه هناك مثلاً نظام تعسفي هل مدير مثلاً ما بيقضيكو رواتب مجزية إلى آخرين لما أنت تعمل هذا الإجراء أنت أجريت التجربة أنت جمعت بيانات تمام؟ هذه البيانات بنروح بنحللها بإحدى برامج التحليل الإحصائي وبنحصل على النتائج النتائج بتوضح أو بتجاوب على الأسئلة اللي إحنا طرحناها في المقام الأول الأسئلة اللي إحنا طرحناها مثلاً هل الخلل في المدرس ولا في المناهج ولا في مثلاً نقص رواتب هل المدرس ما عنده مثلاً أنه يعني يعطي أفضل ما عنده كمدرس وإلى آخرين يبقى لما نحصل على هذه النتائج أخيراً حنتوصل للاستنتاج أنه نقول والله أنا بتطلّى ابني من هذه المدرسة خلاص؟ لأنه نتوصلت لنتيجة أنه كل منظومة التعليم في المدرسة هذه تعبانة المدرسين تعبانين ما فيه رواتب مجزية المجتمع زملاء يعني ابني أنا مش محترمين بيأثروا عليه سلباً مثلاً بيأثروا على سلوك وإلى آخرين هذه خطوات البحث العلبي يعني هذا كمثال ونطبقوا على أي شيء من أفضل في طيب هذه هي خطوات البحث العلبي هذه صورة توضيحية أيضاً لخطوات البحث العلبي زي ما احنا قلنا مثلاً ناخد مثال على كوفيد 19 نقول إيش المشكلة صارت؟ المشكلة أنه بدأوا يلاحظوا بعض الأعراض على الناس على عامة الناس ولكن الأعراض هذه الدول موجود حالياً البندول ودول الرشح والإنفلوانزا ما بيأثر فيها فقالوا لا هذا والله مرض جديد يبقى هذه الملاحظة طب أنا شو أعمل؟ بدي أبدأ أطرح أسئلة هل البندول بيأثر فيه؟ هل دول الإنفلوانزا والرشح بيأثر فيه؟ لا إذن هذا مرض جديد إيش تساوي؟ بدي أفرض فرضيات الفرضية الأولى أنه مثلاً اخترح الدول فلاني وجربه هل في نتيجة؟ إذن دواء آخر ما في صورة إيش؟ كذلك ما في صورة للعرض يعني؟ أستاذ باهر كذلك ما في صورة للعرض أو لإيش؟ هل صورة العرض واضحة؟ تمام 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 بدأوا يسألوا الأسئلة بدأوا يحطوا الفرضيات بدأوا يعملوا نتائج ولا حتى الآن ما في نتائج بس إحنا بنقول بشكل عام إيش هو البحث العلمي؟ طرح كفرضية من الفرضيات اللي هو التطعيم اللي هو سواء فيزر أو جونسون أو إلى آخره هذه كلها فرضيات لسه يعني ما في ثمار لنتائج لهذه الفرضيات طيب هي هذه الخطوات البحث العلمي وأمثلة على البحث العلمي طيب لماذا نحتاج إلى البحث العلمي؟ من أهم الأسباب اللي إحنا يعني بتخلينا نعمل البحث العلمي إنه في عنا مشكلات بتواجه المجتمع مثلاً في بطالة إيش هي أفضل حلول لتفادي البطالة نجري بحث معين نجمع بيانات من مثلاً ألف شخص من الأشخاص اللي بيعانوا من مشكلة البطالة تمام؟ وبنانعليه بنعمل من نتائج قد نحتاج إلى البحث العلمي يعني بسبب التكليف من مؤسسة معينة مثلاً بتقول لك إنه والله أنا بدي أعمل بحث في المجال الفلاني فتدعمك مادياً وبتقول لك إنه والله يخد أعملي بحث في المجال الفلاني الحد من الظوار معينة مثلاً بطالة جواز مبكر إلى آخره بتوسع مداركنا في فهم القضايا وزيادة الوعي العام وهي أداة لبناء المعرفة وتسهيل التعلم أيضاً هي وسيلة لإيجاد وقياس واغتنام الفرص وضحض الأكاذيب يعني البحث العلمي هي عملية منظمة مرتبة مدروسة تجعلنا نتوصل إلى نتائج نتائج هذه لو عممناها على عينة من عينات المجتمع تساعدنا في حل المشكلات طيب إيش هي الخطوات أو كيف نبدأ في موضوع البحث لو أنت كأي باحث باحث ماجستير دكتوراه أو حتى باكالوريوس وفي بداية بحثك معظم الباحثين بيعانوا من مشكلة إيجاد عنوان للبحث يعني أكثر المشاكل اللي إحنا بنشوفها على صعيد الطلاب إنه بيقول لك ممكن تجيب لي عنوان بيجيك الطالب بيقول لك ممكن الدكتور تجيب لي عنوان طب أنا كيف أنا بدي أعرف إيش هو العنوان اللي إنت بتشتغله أنا مش عارفك يعني مش عارف شخصيتك ولا عارف إيش الbackground تبعتك فأهم خطوة من خطوات البحث هي إيجاد العنوان وأهم خطوة من خطوات إيجاد العنوان هي موضوع الinterest يعني لابد إن العنوان يكون بيثير فيك حماس لابد إنه الموضوع هذا يشكل شيء مهم في حياتك وإنت حاب بتحله تمام فالعنوان من أفضل أو من أهم خلينا نقول العناصر في بداية البحث طيب لو أنت مثلا حابب تبدأ فيه عنوان أول شيء هتفكر فيه هتتساءل إيش هي المشكلة بالله أنا خلينا نقول على نفس المثال اللي إحنا كنا نطرح فيه مثلا أنا ابني بدرسه في مدرسة international ولكن أنا شايف يعني بدفع عليه مبلغ وقدره ولكن شايف إنه تحصيله غير جيد فأنا شفت إنه والله أنا راح أدرس ماجستير في هذا الموضوع لأنه الموضوع هذا بيهمني لو الموضوع هذا نحل أنا راح أستفيد ورح أفيد غيري كمان من الآباء اللي بيدفعوا فلوس على أبنائهم ولكن جودة المدرسة يعني صراحة مش كفاية ففي المثال هذا إيش بمقدر نقول نقول هذا مثال على هذا العنوان اللي إحنا قلنا أثر نوع المدرسة أثر نوع المدرسة سواء دولية أو حكومية أو خاصة على التحصيل الدراسي في المرحلة الإبتدائية مثلا في محافظة كذا أو في بلدة كذا هذا الآن عنوان عنوان نقدر نبدأ في موضوع للبحث هو عنوان غير كامل إلى حد ما ولكن معطيات البحث موجودة فيه لأنه إحنا بندرس أثر نوع المدرسة اللي هي دولية أو الحكومية الخاصة على التحصيل الدراسي يبقى موجود عندي متغير مستقل ومتغير تابع وموجود في أي منطقة راح أنا أطبق البحث إذا من خلال هذا التساؤل بنبدأ عملية البحث يبقى مرة أخرى مرة أخرى أهم عنصر من عناصر البحث العلمي هو العنوان يعني ما تفكر أنه إنت راح تبلش فيه كتابة بحث وإنت مش عارف تجيب عنوانه هذه أهم مشكلة بيقع فيها الكثير من الطلاب فعنوان البحث لابد أنه يثير فيك أو يثير اهتمامك هذا شيء مهم جدا إذا الموضوع ما بيهمك صدقني ما راح يكون فيه يعني إنجاز في نهاية الماجستير أو الدكتوراه طبع تمام؟ طيب الآن حصلنا عن العنوان والعنوان زي ما قلنا بتكون من عنصر مستقل وعدة عناصر تابعة أو عنصر أو عنصرين تابعين تمام؟ ياريت تركزوا معي في هذا الموضوع الآن العنوان الآن العنوان يا شباب هو كل شيء لكل الأطروحة العنوان هو اللي بيخليك أو بيفرض عليك وين تكتب وإيش تكتب لأنه العنوان إذا مثلا في نفس العنوان اللي إحنا درسنا أثر المدرسة مثلا سواء كانت حكومية أو خاصة على تحصيل الطلاب تمام؟ إذن أنا بدي أكتب عن المدارس وعن المرحلة اللي أنا بدي أدرس أدرسها سواء المرحلة الابتدائية والمدرسة المتوسطة والمدرسة الإعدادية بدي أكتب عن تحصيل الطلاب كل ما يشمل تحصيل الطلاب بدي أكتب عنه طيب إحنا نتهينا من العنوان إيش هي العناصر اللي إحنا لازم نكتبها في الفصل الأول أول عنصر من عناصر الفصل الأول أنا آسف أعتقد أن العناصر عندني ملخبطة بس أنا راح أبدأ حسب ترتيبها أول عنصر هو المقدمة طبعا كل فصل من فصول البحث يبدأ بالمقدمة المقدمة للفصول هي عبارة عن يعني جزء تمهيدي للقارئ أنت بتمهده بتقول له إيش محتويات هذا الفصل فأنت لما تبدأ تمهد الفصل الأول القارئ تبدأ تذكر بشكل مباشر وغير مباشر عن الأهمية النظرية الأهمية العلمية للبحث إش هي فرضيات البحث إش هي مفردات البحث إش هي أهداف البحث إش هي أسئلة الدراسة إش هي مشكلة الدراسة وغيره تمام؟ هذه المقدمة بعدين بيجي عنا مشكلة البحث طبعا مشكلة البحث إلى سلايد خاص لأنها من أهم العناصر اللي بتتعب الطلاب عندك كتابتها والمشكلة البحث هي اللي بتحدد لك إش هي الأهداف وإش هي الأسئلة وإش هي الفرضيات تمام؟ فإذا أنت كنت واضح في كتابة مشكلة البحث كل بحثك رح يكون واضح تمام؟ يبقى أولا مقدمة عامة ثانيا مشكلة البحث أهداف البحث أسئلة الدراسة وفرضيات البحث بعدين في عنا نوعين من الأهمية لابد أن نذكرهم عند كتابة عناصر الفصل الأول وهي الأهمية النظرية والأهمية العملية الأهمية النظرية على نفس المثال تبعنا اللي هو أثر نوع المدرسة هو توضيح إذا كان نوع المدرسة سيؤثر على تحصيل الطلاب هذه الأهمية النظرية ولكن الأهمية العملية نحن بنقدم حلول للآباء ونقدم حلول لمدير المدرسة نفسهم وللأساتذة إنهم يحسنوا من أدائهم إيش هما لازم يعملوا تمام؟ فلابد أن ننفرق بين الأهمية النظرية والأهمية العملية الأهمية النظرية هتقول لي والله أنا فعلا شكوك هذه موجودة ويقول لي لا أنا ابني بودي على المدرسة وملاحظ أنه مثلا أداءه مش مصبوط فإجرائي لهذا البحث حيثبت لي هذا الكلام سواء بالإجاب أو بالسلب هذه الأهمية النظرية بينما الأهمية العملية هتقدم شيء عملي أنا هقول والله أنا أثبتت إنه المشكلة فيه مثلا المنهج أو أثبتت إنه المشكلة فيه المدرسين ما بيأخذوا رواتب كفاية إذن أداءهم سيء تمام إذن هذه الأدياء العملي الأهمية العملي طيب نيجي لمشكلة البحث لأنه مشكلة البحث يعني زي ما قلت لها وزن جدا كبير سواء في البحوث بالعربية أو بالإنجليزية معظم الطلاب اللي إحنا بنناقشهم في الماجستير وفي الدكتوراه يعني معظم التعليقات والتعديلات بتكون في مشكلة البحث مشكلة البحث مش مكتملة من أهم عناصر كتابة البحث هي إنه المشكلة بتكون واضحة طب إيش أنا يعني بقصد بكلبة واضحة وضوح المشكلة بيتم من خلال عدة معايير أول معايير هو اهتمام البحث هذه برضو بعيده بكرر عليها هل الباحث فعلا مهتم بهذا الموضوع ولا بس بده يكتب الأطروح أو يسلم ويأخذ رسالة شهرة ماجستير فاهتمامك حيبين في كتابتك حيبين في أسلوب الكتابة حيبين في أسلوب التطبيق حيبين في إنجازك أيضا للرسالة فهي مش عملية وخلاص أنا بأثلا بدي أخذ رسالة ماجستير من شخص معين في الجزائر عمل نفس موضوعي وبيدي أروح أطبقه في فلسطين تمام هذا مش بحث هذا صار تكرار إذن هذا مش بحث علمي طبعا التكرار يعني هي يعني مش أسلوب خاطئ مية في المية بس إحنا منقول خلينا نخلص من هذا الموضوع يعني طب إيش يعني what next لما إحنا نظل نكرر بحوث بعض في دول مختلفة ونغير مثلا الموقع الجغرافي والموقع أو الموقع الزمني أو كذا طب إيش إحنا راح نستفيد إيش راح نقدم للعلم تمام يبقى أول شيء عند كتابتك المشكلة هي الاهتمام ثانيا هل دراستك قابلة للتطبيق معظم الباحثين أو البعض منهم بيجيك بعنوان جاهز يقول لك والله أنا هذا عنواني وشوف لي يا دكتور بنشوف أنه العنوان غير قابل للتطبيق لعدة مشاكل أول مشكلة مثلا أنه ما في دعم مثلا هذا عنوان وبدو مختبرات مثلا بدي يجيب مثلا دراسة عسل النحل على مرضى السكر طب هذا عنوان ممتاز ولكن بنحتاج لدعم مادي كبير بدنا نظن يعني نجرب بدنا عسل بدنا مختبرات بدنا مرضى سكر يقبلوا أصلا يعني يشاركوا في هذه النظرية فهل الدراسة قابلة للتطبيق ولا لا هل في مصادر تدعمك سواء مادية أو نظرية أنا لما أحكي عن مصادر ما بحكي عن فلوسه فقط أو مختبراته فقط في بعض الطلاب بيجيب لك عنوان ما إلو ما في دراسات سابقة تدعمه عنوان يعني ما حصلش طبعا هذا الشيء ممتاز ولكن في مجالنا إحنا العلوم الإنسانية صعب نطبق شيء أو عنوان ما إلو مصادر لو أنت قلت لي أنه مثلا في الكيمياء أو الفيزياء بقولك والله ممتاز أنت في النهاية راح تحصل على معادلة وراح تنشر ورقة في أفضل مجلات العالم لو حصلت على شيء جديد بس إحنا في العلوم الإنسانية إذا أنت ما عندك مصادر تدعم البحث إذن هناك مشكلة هل هناك أهمية للبحث زي ما أنا قلت مرة أخرى أنه هل في أهمية نظرية وأهمية عملية للبحث ولا مجرد تكرار ولا أنت بس بدك تحصل على الشهادة إذن كتابة المشكلة يا شباب هي من أهم الأجزاء اللي بيعاني منها الباحثين طيب كيف نكتب المشكلة كيف نكتب مشكلة البحث أفضل استراتيجية لكتابة مشكلة البحث هو أنه أنت تقسم مشكلة البحث إلى ثلاثة أقسام القسم الأول أنه أنت تتحدث عن المشكلة الموجودة حاليا في العالم تمام في أنا مشكلة حالية موجودة في العالم اللي هي الدراسة عن بعد في ظل كوفيد-19 فإحنا أش نسوي بدنا نكتب عن مشكلة البحث طبعا هناك يعني ألوف البحوث اللي أجرت على هذا الموضوع بس إحنا بدنا نجيب شي جديد تمام أو شي في منطقة أنت في بلدك ما تطبق هذا البحث فإنت بك تكتب مشكلة البحث في هذا الموضوع أول فقرة من فقرات المشكلة أنه أنت تكتب آخر ما توصل إليه الباحثين في هذا الموضوع أول فقرة طيب الفقرة الثانية وين الجاب وين المشكلة وين المشكلة هناك يعني إيش آخر ما توصل الباحثين لدراسة التعلم عن البعض وعلاقته بالكوفيد-19 بس في خلل هذا الخلل أنت بدك تغطيه فإذا أنت قدرت تكتب فيه خمس أو سبع أو عشر سطور كيف أنت راح تطبق هذا الخلل في بلدك إنت قدرت تحل المشكلة تمام إذن الفقرة الأولى المشكلة عالميا الفقرة الثانية الجاب وين الفقرة الثالثة إيش الكونتروبيوشن لهذه الدراسة يعني إيش الدراسة هذه راح تقدم هل راح تقدم حل لهذا الجاب ولا مجرد ذكر ونروح نلن بيانات ونوزع استبيانات ونجمع بيانات ونحلل ونقدم رسالة طيب وبعدين نحن قلنا أنه ازهقنا من موضوع التكرار يعني خلينا أقول 95% من البحوث الموجودة في الوطن العربي هي تكرار مثلا بيجيب تكرار بيجيب رسالة موجودة في أمريكا وفي بريطانيا وبيكررها بيغير الأداء بيغير الموقع الجغرافي طيب ما في عنا يعني ما في ما في شيء جديد إذن نتأكد أنه بحوثنا يعني مش مجرد تكرار هذا بالنسبة لمشكلة البحث طيب يعني الفصل الأول كمان مرة الفصل الأول مقدمة تمهيد أسئلة الدراسة الأهداف والنظرية والفرضيات طبعا الأهداف والأسئلة والفرضيات إذا أنت قدرت تكتب مشكلة بحث ممتازة من السهل جدا أنه أنت تصيغ أسئلة الدراسة خلينا نقول ناخد يعني نفس المثال اللي إحنا طرحنا في البداية إنه هو أثر نوع المدرسة على التحصيل الأكاديمي في محافظة كذا تمام لو إحنا لو إحنا قلنا بدنا نطرح أسئلة أو بدنا نكتب السؤال الأول من أسئلة البحث هل في حد ممكن يكتب لي سؤال هل حد ممكن يكتب لي أو يصيغ لي أول سؤال من أسئلة البحث على نفس موضوعي اللي أنا ذكرته اللي هو أثر نوع المدرسة على تحصيل الطلاب طيب فينا سؤال ماريت كم سؤال مفروض يكون عدد البحث ما في يعني عدد أو ما في لمت للأسئلة ولكن إحنا نتأكد إنه خلال صياغة الأسئلة لابد من تغطية جميع المتغيرات وعلاقتها ببعض يعني مثلا أثر نوع المدرسة على التحصيل الأكاديمي لو في أني متغير غير التحصيل الأكاديمي بنت أتأكد أني أذكر سؤال التحصيل الأكاديمي وعلاقته بمثلا المنهاج التحصيل الأكاديمي وعلاقته بالمدرس التحصيل الأكاديمي وعلاقته ببيئة للمدرسة طيب في عندي كتير أسئلة خليني أخذ شوية وقت وأقرأها طيب أثر نوع المدرسة على التحصيل العلمي للطلاب طبعا هذا يعني جدا عام السؤال كيف تؤثر المدرسة أثرة البحث تمام يعني هنا أفضل سؤال حتى الآن مش أفضل سؤال أكثر سؤال متخصص اللي هو سؤال جبر أثر رواتب الموظفين على أداء المعلمين داخل الفصل ليش؟ لأنه ما في generalization في خلينا نقول specification في السؤال أسئلة البحث يا شباب أهم الشيء أنه ما يكون نقدر نجاوب عليها بآ أو لا إذا السؤال كمان فيه عندنا من الأخ جبارة فاعلية استخدام تقنية الواقع الأسراض وفيه زيارة درجة دفعية لدى الطلاب تمام أثر نوع المدرسة أكبر نجاة التعليم تمام طيب أهم شيء يجب أن نأخذ بعليه اعتبار إنه السؤال البحثي لو أنا قدرت أجاوبك بآ أو لا يبقى هذا مش سؤال تمام يعني كيف يكون للتدريس الأثر الكبير على الطالب والله التدريس ممتاز إذن هذا مش سؤال بحثي فعالية استخدام تقنية الواقع الأسراضي فيه هذا السؤال البحثي ممتاز لأنني ما بقدر أجاوب آ أو لا إذا أنا ما بقدر أجاوب آ أو لا يعني أنا بدي أجري بحث بدي أستخدم أداة سواء مقابلات أو سواء استبيانات أجمع بيانات ومن ثم أعمم نتائجه إلى آخرين يعني همشي كملخص في موضوع الأسئلة نعم صحيح سؤال البحثي اللي جوابه نعم أو لا سؤال بحثي مرفوض لأنه طب إيش أنا الفايدة كيف أنا ليش أنا بدي أعمل البحث خلاص طب ما عندي الجواب أثر الواقع الأفتراضي في استمرار العملية التعليمية في ظل جائحة كورونا ما أثر استخدام مثلا برنامج زوم على تحصيل الطلاب في واقع جائحة كورونا هذا السؤال ما بقدر أجاوب عليه بآ أو لا تمام طيب في سؤال تاني شو الرابط بين أسئلة البحث والفرضيات إذا أنت كتبت أسئلة البحث يعني أنت كتبت الأهداف وكتبت الفرضيات طيب كيف خلينا أخذ مثال على نفس السؤال أثر فعليت استخدام تقنية الواقع الأفتراضي في زيادة دافعية لدى الطلاب إيش السؤال هنا ما مدى فعليت استخدام تقنية الواقع الأفتراضي أو ما مدى تأثير استخدام تقنية الواقع الأفتراضي في زيادة دافعية لدى الطلاب في المدارس الحكومية هذا السؤال الهدف معرفة مدى تأثير تقنية الواقع الأفتراضي في زيادة دافعية لدى الطلاب إذا السؤال والهدف هم نفس الشيء تماما ولكن هذا بصيغة سؤال وهذا بصيغة جملة تمام؟ يبقى الهدف والسؤال نفس الشيء تماما واحد بصيغة سؤال واحد بصيغة جملة طيب إيش الفرق بينه وبين الفرضية إذن الفرضية هو عبارة عن افتراض أنا بقوم فيه وبثبت صحته أو العكس من خلال بحثي كيف يعني؟ نفس الفاعلية هذه نفس جملة فعليت استخدام تقنية الواقع أنا إيش بقول مثلا هناك علاقة بين أو علاقة بين فعالية سوري هناك علاقة بين استخدام تقنية الواقع الافتراضي في زيادة درجة دفعية للطلاب هذه فرضية لا يوجد هناك علاقة بين استخدام تقنية الواقع الافتراضي وبين زيادة درجة دفعية للطلبة هذا برضو فرضية الفرضية الأولى هي فرضية إيجابية الفرضية الثانية هي فرضية سلبية يعني إذا أنت كتبت السؤال أو أسئلة البحث أسئلة البحث هي يعني بتقول بتوديك للفرضيات بش العكس فأنت بتكتب الأسئلة بعدين بتكتب الأهداف بعدين بتكتب الفرضيات طبعا الفرضيات ليش نكتبها الفرضية موجهة وفرضية غير موجهة الفرضية بنكتبها تمام صحيح الفتراض أنه مثلا وجود علاقة بين جوجة التعليم ومستوى التعليم طيب تمام خلينا ننقل للموضوع الثاني أنا ما بدي أخد وقت كتير في المشكلة لأنه يعني الموضوع ممكن نقعد فيه ساعات طيب الفصل الثاني الفصل الإطار النظري والدراسات السابق طبعا هذه من أهم الفصول اللي بيستهتر فيها الطالب بيقول لك والله هذه copy and paste طبعا هذا شيء غير صحيح بالمرة الفصل الثاني من أهم الفصول لو أنت درست الماجستير أو الدكتوراه في بلد غير عربي زي أنا في حالتي مثلا لما درست الدكتوراه مشري في الطلب أعمل إطار نظري قبل الفصل الأول طيب ليش لو أنا سألتك ليش أنا بقول لك ليش لأنه لما أنت تعمل إطار نظري طبعا هو ما بطلب منك تعمل الشابتر كامل أو الفصل الدراسي الفصل الثاني كامل هو إيش بطلب منك؟ بطلب منك تعمل بسموها ميتا أناليسيز أو كونتينت أناليسيز تمام؟ إيش هذه الكنتينت أو الميتا أناليسيز؟ إيش يعني؟ يعني أنا بجمع بيعني أكبر قدر من الدراسات السابقة المشابهة لدراستي وبعملها تحليل محتوى طب شو يعني طب أنا شو راح أستفيد لما أكتب أو أعمل تحليل محتوى راح تلاحظ أيضا أنه معظم الطلاب اللي بيدرسوا في مثلا ماليزيا أو بيدرسوا في بلاد أجنبية أنهم بينشروا ورقة قبل ما يعمل خطة الدفاع الـ Proposal Defense بينشر ورقة علمية إيش هذه الورقة؟ متى أناليسيز كونتينت أناليسيز لتريتش ريفيو تمام؟ طب أيش هذا؟ هذا كل الفصل الثاني طيب أنا ليش بقولك هذا الكلام؟ لأنه أنت لما تعمل الـ كونتينت أو اللتريتش ريفيو قبل لي ما تروح للفصل الأول وتبدأ في بحثك أنت بتحدد موقفك عندك مكتبة شاملة يسموها يعني Data Bank عندك بانك من المعلومات كل شيء لي علاقة في بحثك موجود في هذه الورقة فإذا أنت قدرت تعملها خلاص بيقولك والله أنت توكر على الله ابدأ الشغل في رسالتك تمام؟ فالفصل الثاني من الأشياء المهمة جدا يعني معظم الطلاب بيستهتروا في الفصل الثاني بيقولك أنا بحشي حشي وهذه من الأشياء الخاطئة وللأسف اللي بيساعد على هيك أنه معظم جامعاتنا في الوطن العربي ما في عندهم اللي هي السرقة الأدبية في الجامعات برا لابد أنه كل فصل من فصول دراستك ما يكون فيه سيميلاريتي أقل أكثر عفوا من 20% والتوتل للرسالة كاملة أيضا برضو أقل من 20% فهذا بيخلي الباحث يكتب بنفسه تمام؟ يكتب بنفسه طيب الدراسات السابقة هو عبارة عن خلينا نقول يا عمني مرآة لعنوان البحث تمام؟ إذا أنت كتبت عنوان كامل ومتكامل موجود في جميع المعايير عفوا جميع العناصر الـ variables اللي هي المستقلة والتابعة مثلا خلينا نقول أثر المدارس الحكومية أو أثر المدارس الدولية في التحصيل الأكاديمي للطلاب في محافظة كذا طيب لما أنا أقول هذا العنوان إيش هي الخطوات اللي أنا رح أكتب فيها الإطار النظري في دراستي رح أتأكد أنه أقسام الإطار النظري بتغطي كل العماصر الموجودة في العنوان يعني رح أكتب عن التحصيل الأكاديمي رح أكتب عن المدارس رح أكتب عن المدارس مثلا سواء حكومية أو دولية رح أكتب عن دافعية الطلاب رح أكتب عن أداء المدرسين ورح أكتب عن الدراسات السابقة اللي عملت أبحاث مشابهة لموضوعي تمام فالفصل الثاني كل ما بذل فيه جهد في البداية رح ترتاح في النهاية ليش لأنه هو زي ما قلت أنت بتعمل بنك من المعلومات فأنت لما تروح تجمع البيانات وتوازع الاستبيانات وتجيب الداتا وانت جاهز تكتب فصل المناقشة إيش هو فصل المناقشة فصل المناقشة عبارة عن ذكر البيانات أو النتائج الموجودة عندك من هذا البحث ومقارنتها ببحث أخرى طب إيش هي البحث الأخرى من وين من الفصل الثاني فإذا أنت الفصل الثاني عندك مكتمل من البداية رح ترتاح في جميع الفصول تمام طب إيش الفرق بين الإطار النظري بقولك أنا والله إيش طب أنا إيش أكتب يا دكتور في الإطار النظري وإيش أكتب في الدراسة السابقة منقوله إنه الإطار النظري هي كل شيء لا علاقة بالمحتوى النظري للدراسة يعني أهمية الدراسة أهداف الدراسة إيش المناهج العلمية أهمية مثلا الدافعية عند الطلاب تمام هذا شيء نظري أهداف دافعية الطلاب مثلا المناجئ العلمي المستخدمة في المدرسة هذه الشيء المصطلحات اللي احنا ذكرناها رح نذكر عنها في الإطار النظري هذا الجزء النظري طيب في جزء الدراسات السابقة الدراسات السابقة ما هي إلا تلخيص لمثلا عشرين أو تلاتين دراسة حديثة في صلب موضوعك يعني هذا ما له علاقة بتاتا بالإطار النظري الإطار النظري قسم والدراسات السابقة قسم آخر يعني ثاني مرة الإطار النظري هو عبارة عن ذكر كل ما هو نظري ولو علاقة بمتغيرات البحث في قسم الأول من الفصل الثاني والقسم الثاني هو تلخيص أهم أو أحدث الدراسات اللي إليها علاقة في موضوعك طبعا أنت لما تعمل هذا بدري رح تشوف دراسات تقول والله هذا البحث يعني مطابق لبحث 100% خلاص حبيب استوب وما تعملش هذا البحث بالمرة بدأ مو موجود حيقول لك مشرفك طب ليش طبعا هذا 100% من بحثك أنت شو بتسوي قاعد بتضيع في سنتين أو ثلاث سنين من عمرك فدراسات السابقة يا شباب شيء مهم جدا ما نستهتر فيه تمام؟ لما أنت تكتب الدراسات السابقة وتبذل جهدك فيه رح ترتاح لاحقا وأيضا في المناقشة ممكن والله يجيك واحد مختبئ يعني مطلع يقول لك بحثك 100% للبحث الفلاني عمله في جزائر سنت كذا إيش رح تجاوبه؟ رح يسقطك رح تعيد السنتين كله على الفاظه فنتأكد من موضوع الإطار النظري والدراسات السابقة وإنه نشتغل فيه يعني as soon as possible تمام؟ طيب خلانا نشوف شوية أسئلة على الفصل الثاني نعم باهر النظريات المستخدمة في الإطار النظري الصحيح هل يتوجه باستعراض كل الدراسات السابقة؟ طبعا لا هذا بالمقام الأول بيرجع لي يعني فرمات للجامعة اللي انت تدرس فيها فيه بقول لك جيب لي مثلا عشر دراسات سابقة أجنبية وعشر دراسات سابقة عربية مشرفك بيقول لك لا والله عشر كتير جيب لي سبعة عربية وسبعة نظرية ولكن أنا ما بدي يعني تبعد خمسة سنين يعني احنا في 2022 ممنوع جيب لي تحت 2017 بيقول لك مثلا فيه مشرفك بيقول لك لا والله معك مثلا سبعة سنين أوكي فهذا يعني طبعا كل متغير من متغيرات الدراسة بنذكر له عدد معين من الدراسات السابقة يعني دافعية الطلاب التحصيل الأكاديمي الرضا الطلاب لو أنا عندي ثلاث محاور هذي في كل محور بدي أذكر المحور الأول دراسات السابقة المتعلقة بدافعية الطلاب وأذكر عشر عربي عشر انجليزي المحور الثاني الرضا الطلاب بدي أذكر عشر دراسات عربية عشر دراسات أجنبية وكذا وبعد كل محور بدي ألخص بدي ألخص أهم يعني خلينا نقول المخترحات اللي بتقدمها هذه وإيش علاقتها بدراستك وإنت دراستك إيش فرقت عنها إيش الفرق بين دراستك وبين الدراسات اللي أنت ذكرت فمرة أخرى أنه لما نذكر الدراسات السابقة بدنا نذكر الدراسات لكل متغير من متغيرات الدراسة الموضوع جديد والفكرة بالبحث يؤثر على عملية البحث بسبب عدم وجود دراسات سابقة للبحث كيف ممكن تفادي هذه المشكلة؟ هذه المشكلة قلت لك يا أخت فاتن أنه في العلوم الإنسانية هذا شيء صعب جدا إلا إذا أنت بدك تخترع نظرية مثلا إذا أنت بدك تخترع نظرية وبدك تقدمي طبعا هذا الشيء مش بسيط ولازم تكوني مثلا على درجة بروفيسور عشان نقدر نقدم أو أنت لو أنت في علوم اللي العلوم البحثة مثلا الكيميا الفيزياء الهندسة وإنت قلت والله ما في literature كتير إحنا بقولك أوكي ما في مشكلة ليه؟ لأنه كل شغلك مختبر يعني معاملات وأسئلة وأرقام وكذا بس إحنا في العلوم الإنسانية هذه مشكلة فإذا أنت ما عندك دراسات سابقة حاولي تضيفي متغير أو حاولي تحدثي من العنوان بحيث أنه تلاقي دراسات سابقة عشانك إحنا قلنا من أشياء اللي بتأثر سلبا أو الأشياء اللي لازم الباحث يخذها بعين الاعتبار موضوع الدراسات السابقة طبعا لو أمكن تخصيص الدراسات في بيئة معينة مشابهة للبيئة اللي الباحث رح يطبق فيها البحث هذا بيكون ممتاز في بعض المشرفين بيقولك والله هذه الدراسة السابقة اللي أنت بلخصها ممتازة ولكن هذه مثلا فيه عمان طب أنا يعني عمان المجتمع كله متغير عني عن مثلا المجتمع المصري أو المجتمع الأردني فلا أنا أجيب لي باحثين أردنيين فقط مثلا فيه بيقولك أوكي لأنه إحنا في الوطن العربي نفس الثقافة تقريبا يعني فهذا بيرجع برضو للمشرف ولكن لو أمكن التخصيص فهو أفضل طيب خلينا نشوف إيش هو الفصل الثالث منهجية البحث الفصل الثالث هو زي لما أنت تشري التلاجة ويكون معك كتالوج بالضبط إذا أنت يعني حبيت تتفلسف وركبت أي جهاز الإلكتروني اللي شريته من غير الكتالوج رح تكسر فيه شغله أو رح تأثر عليه سلبا فالفصل الثالث يعني من المتعارف عليه إنه إحنا مثلا في ماليزيا لما إحنا نروح على مقترح عفواً اللي هو خطة الدفاع أكثر شيء بيركزوا عليها الفصل الثالث بيشوف الباحث هل هو فاهم شغله ولا لا لأنه مدى فهمك لشغلك حيبين فيه خربيصك اللي أنت بتخبصها في الفصل الثالث ولو فصلك الثالث واضح مبين خلاص أنت عارف إيش تشتغل يعني عارف إيش بتكتسوي تمام فمنهجية الباحث لابد إنها تكون واضحة جدا جدا عشان أنت تريحك ولو يعني تناسب الوضوح الفصل الثالث بيتناسب طرديا مع وضوح الفصل الأول فالفصل الأول والثالث في أي خطة الدفاع أو أي هم اللي بينجحوا أو بيسكتوا الطالب تمام فالفصل الثالث جدا 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 مهم تمام حاولنا نقسم المنهجية لأربع أجزاء أول شيء الجزء الفلسفي اللي هي يعني النظرية البنائية للدراسة ككل على إيش أنت اعتمت على أي نظرية فلسفية مثلا في اعتماد بحثك أو في كتابة بحثك بعدين تصميم البحث اللي هو research design الأخ باهر أكيد عارف الأخ باهر بيدلس دكتوراه في في الـ UTM فنجرب هذا الموضوع تصميم البحث إيش أنا تصميم البحث يعني إيش نوع البحث إيش خطوات اللي أنا رح أطبقها في البحث إيش الأدوات اللي أنا رح أستخدمها هل الأداء اللي أنا رح أستخدمها إداء جاه جاهزة وأنا أتبناها فقط ولا رح أبني أداء من أول وجديد من الصفر تمام تمام طريقة جمع البيانات اللي هي سواء مقابلات ملاحظة استبيانات إلى آخرين أخيرا اللي هم بيسموها pilot study أو جودة البيانات اللي هي الصدق والثبات نحن بنعمل validity و reliability ل الأداء المستخدمة تمام طيب خلينا نشوف جزء الأول جزء الأول الفلسفي إحنا إحنا نذكر فيها بدنا نذكر نظريا طيب ليش إحنا بنذكر نظريا أي رسالة أو أي مثلا طروحة الماجستير أو دكتوراه في مجال العلوم الإنسانية وما فيها نظرية ما رح يتم قبولها ليش لأنه إحنا نتعامل مع إنسان لما إحنا نتعامل مع إنسان social science humanities فإحنا لابد من بناء البحث بناء على نظرية تمام في عنا نظريات كثيرة جدا من ضمنها الى constructivism self-regulated theory إلى آخرين إيش بدنا نذكر بدنا نذكر عن التاريخ النظرية أهم كتابها أهم عناصرها الفرق بينها وبين النظريات الأخرى ونعمل justification في النظرية ليش اختارنا هذه النظرية فقط ليش ما اختارنا نظرية تانية ليش هي النظرية هذه أنسب نظرية لبحثي تمام طيب الجزء الثاني من مناجية البحث اللي هو بنذكر فيه الاستراتيجيات المتبعة سواء كان بحث نوعي أو كمي تمام طيب مرجو من دراسة هذه الحالة الأهمية نوع دراسة الحالة إيش الهدف من البحث أسئلة البحث حدود الحدود الزمنية والموضوعية والمكانية مين هم المشاركين في البحث هل هم طلاب مدارس هل هم المدرسين هل هم المدراء تمام الجزء الثالث اللي يجمع البيانات وتحليلها طبعا جمع البيانات بيعتمد على نوع البحث المذكور في تصميم البحث تمام سواء كانت مقابلات سواء كانت استبيانات سواء كانت مقابلة ملاحظة بغض النظر ولابد من ذكر هل كانت هذه الأداء أنت اللي صممتها كباحث ولا أنت تبنيتها من باحث آخر اللي أنا مناسبة لأهدافك أهداف البحث راح تحقق لأهداف البحث ومن ثم ما نخترتها اختبار أدوات الدراسة استجابة المشاركين التعديلات التي حدثت على أدوات الدراسة في حال أنت تبنيت هذه الأداء ما يعني صممتها من البداية تمام في حال أنت مقابلات بدك تذكر نوع المقابلات مكان انعقادها إيش دور الباحث إيش دور المعلم إيش دور الريسيرشر تمام وهل أنت خدت بسموها أخلاقيات البحث اللي هي موافقة من مثلا مدير المدرسة أو مدير الجامعة أنه أنت تجري هذه المقابلات رابع جزء من المناجية وهو سوري من الأطروحة وهو الفصل الرابع وهو التحليل الإحصائي طبعا التحليل الإحصائي يعني هذا بحر لوحده فإحنا رح يعني نذكر أهمية التحليل الإحصائي وليش إحنا بيقوم فيه أنواع البرامج اللي إحنا رح نستخدمها في التحليل الإحصائي فالتحليل الإحصائي بعد ما إحنا يعني صممنا الأداة وزعنا الأدوات على الطلاب أو على المدرسين عبوا الاستبيانات أو إحنا قابلناهم فعندنا كمية مهولة من الداتا البيانات كيف رح نحللها؟ رح نحللها باستخدام إحدى برامج تحليل الإحصائي ليش؟ لأنه رح تدينا قيمة للبيانات وقيمة من غير تحليل سوري يعني البيانات من غير تحليل إحصائي ما لها أي قيمة لما أنا أحلل بقدر أوزع هذه البيانات في جداول بقدر أوزعها في رسومات في جرز ومن ثم أشرح كل جدول وأشرح كل صورة وأبني فصل التحليل الإحصائي طب إيش هي خطوات التحليل الإحصائي؟ أولا أني أنا أوزع البيانات الاستبيانات لما أنا أوزع البيانات أو أبدأ في المقابلات تبعتي وبعدين أجمع هذه البيانات بعدين أعمل عملية إدخال لهذه البيانات على الحاسوب بعدين أبدأ بالتحليل الإحصائي طبعا التحليل الإحصائي بيتم سواء أحنا بنحكي على البحوث اللي هي النوعية تمام؟ عليكم السلام تمام؟ لدينا برنامج SPSS لدينا برنامج SAS وهو Statistical Analysis System والبرنامج Smart PLS والأيموس Smart PLS أنا يعني أنصح جميع الطلاب باستخدامه لأنه هو خلينا نقول Trending في هذه الأيام معظم البحوث اللي أنت بدك تكتبها وبدك يعني تنشرها في مجلات محكمة في قواعد بينها Scopus أو Web of Science الأفضل أنك تستخدم Smart PLS بدلا من SPSS SPSS يعني زي ما بقولوا Not Relevant Anymore اللي هو ما بيحب ذو الباحثين استخدامه خاصة أنه Smart PLS بيعطيك Modeling للData Framework بتقدر أنت تعمل Framework بتقدر تعمل Models للData اللي عندك ومن ثم يعني بتحصل على High Quality Papers طيب خامسا فصل مناقشة النتائج أحنا بنحكي عن مناقشة النتائج يا شباب هو عبارة عن ملخص لفصلين فصل مناقشة النتائج هو عبارة عن ملخص لفصلين الفصل الأول فصل التحليل الإحصائي والبيانات لما أنا أكتب التحليل الإحصائي زي ما قلنا في جداول وفي figures في فقرة بكتبها تحت كل جدول وتحت كل صورة هذه بسموها تفسير النتائج النتائج المفسرة هذه هي عبارة عن خلاصة النتائج في هذا البحث فأنا بأخذها تمام وبرجع للفصل التاني وبعمل مقارنة بين النتائج اللي حصلت عليها في هذا الفصل مع النتائج الموجودة في الإطار النظري لو أنا عملت هيك بحصل على فصل اسمه مناقشة النتائج هذا بكل بساطة ممكن يعني نعرف فصل مناقشة النتائج إذن فصل مناقشة النتائج هو ذكر النتائج الحالية اللي توصل إليها الباحث ومقارنتها بدراسات السابقة اللي هو الفصل الثاني يعني هذه أهمية أخرى من أهم قلنا نقول أهميات الفصل الإطار النظري تمام يبقى فصل مناقشة النتائج هو الثمر التي يسعى عليها الباحث من خلال الرحلة العلمية اللي قام فيها بداية بتوزيع البيانات جمع البيانات تحليل البيانات تفسيرنا البيانات لما أنا فصل البيانات بابدأ أقارن بالنتائج الموجودة في الدراسات السابقة هذا هو مناقشة النتائج من الأشياء اللي إحنا لابد مراعاتها في نتائج البحث الاستدلال بنتائج دراسات السابقة وعمل مقارنات بين نتائج دراسات الحالية ونتائج دراسات السابقة في نفس الموضوع كما ذكرت يعني المناقشة ما هي إلا مقارنة ما بين النتائج الحالية ودراسات السابقة ذكر نتائج البحث المهمة حتى لو كانت نتائج 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 غير مرجوة تمام فيجب ذكرها كما هي لأنه هذا بحث علمي يعني بيقول لك أنه بعض الباحثين بيقول لك أنا الداتا طلعت عندي سلبي هل أنا أذكرها ولا ما أسيبها ولا أنا مثلا أغش ولا أنا أغير ولا أنا أروح أعيد كمان أجمع بيانات مرة أخرى بقولوا لا حطها زي ما هي هذا بحث علمي إذن البحث العلمي بنخلي البيانات زي ما هي وبنذكرها بنفسر إحنا وظيفتنا نحن نفسر ظاهرة ما بدنا نغير نقود نألف نتائج من مخنا تمام لما أنت تحصل على نتائج وضعها في جداول وأشكال توضح نتائج البحث خلال تلخيصها ومقارنتها بالنتائج السابقة اختصار المفاهيم الإحصائية في نتائج البحث بحث يجب على البحث أن يفترض دائما أن القارئ يفهم جيدا ما تعني اختصارات المفاهيم الإحصائية يعني لما نكتب مثلا نكتب تيتست يعني مش ملزمين أنه نفسر هذا تيتست لأنه أنت بتقرأ في بحث علمي فأنت أكيد عارف شو هو تيتست أو شو هو الوان وي انوذا لو أنت مش عارف إذا عندك خلل في موضوع البحث العلمي لا بدك تروح تقرأ فإحنا مش وظيفتنا أنه نكون إحصائيين أصلا بعض الطلاب ما في عندهم مهارة التحليل الإحصائي وهذا يعني شيء مش عيب ولا غلط بعض الطلاب يلجأ لمحلل طرف ثالث يحلل له مثلا بديه فلوس بيقول له مش مشكلة هذا يعني عملية طبيعية 100% أنت كباحث مش ملزم أنك تكون محلل إحصائي وخبير إحصائي تمام فممكن تروح تاخد شغلك والبيانات وتوديها لشخص يعني خبير في الإحصائي يقول له حلل لنتائج هل صوتي واضح يا شباب هلو 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 هل الصوت واضح تمام أصل بعض بيقول في واقف طيب أخيرا إعطاء حجم كافي لكتابة نتائج البحث حتى يستفيد القارئ منها ويستفيد الباحثين اللاحقين يعني تمام وآخر جزئية من مراحل البحث اللي هي التوصيات والمقترحات بالبحث العلمي هي عبارة عن موجوعة مجموعة من الحلول النهائية من وجهة نظر الباحث ويتم تدوينها بناء العالم توصل إلى الباحث العلمي من نتائج ضمنية إيش هي إيش الهدف من ذكر التوصيات إن احنا بنساعد الباحثين هي في النهاية كملخص ونقول له إحنا وين وصلنا وإنت بعد هيك إنت يعني ما تدرس دافعية الطلاب بتحصيل أكاديمي أدرس مثلا دافعية الطلاب بمدى رضا الطلاب مثلا تمام طيب الآن خلينا نروح على جزء عملي شوية نوضح من خلاله بعض الأمور طيب لأن هذه ورقة المية انشورة في ويب أوف ساينس اللي هي كيو ون كيو ون تقريبا خمسة أنا طبعا المين أوثر في هذه الورقة أنا ليش بدي أذكر هذه الورقة لأنه رح رح تسهل عليك كثير أمور في فهم نفس المعلومات اللي احنا ذكرناها الفصول تمام طيب طبعا المقار العلمي بيختلف عن الأطروح أنه فيه أبسترات الأبسترات أيضا موجود فيه أطروحة ولكن ما بتكون مفصلة زي الأطروحة رح نرجع له لاحقا طيب بداية بالإنتروداكشن مقدمة مقدمة زي ما قلنا يعني هذه عبارة عن مراجعة للقاء اللي احنا خلصناها الآن هذه مراجعة في المقدمة بيتم ذكر تمهيد للقاء لو أنت رحت هنا على العنوان إيش مكتوب Development of a new model on utilizing online learning platforms to improve students' academic achievement and satisfaction يعني أنا في عندي متغير مستقل online learning platforms تمام هذا متغير مستقل وعندي متغير التابع الأول التحصيل الأكاديمي student academic achievement ok على التغير المستقل الأول بعدين student satisfaction هذا المتغير المستقل الثاني منتاز طيب خلينا نشوف ركز بعيد في ثلاث أشياء هذه طيب رحنا على الانتروداكشن في أول فقرة من الانتروداكشن قلنا بنعمل تمهيد إيش يا تمهيد أول عنصر المستقل online courses تمام طيب بعدين رحنا على student satisfaction academic achievement هذا في مقدمة هذا كلها في عشر سطور هذه المقدمة مقدمة عبارة عن صفحة ونصب الضبط تمام أنا ليش قلتلك أنه العنوان هو المحرك لكل الأطروحة سواء مطروحة أو مقال نفس الفكرة online learning platforms العام المستقل academic achievement academic satisfaction العوامل التابعة كلها تم ذكره في المقدمة طيب بعد المقدمة رحنا ل research questions لأسئلة البحث في عندي هنا عشر أسئلة ليش؟ لأنه هذا model model لما أنا أو بدي أعمل يعني تصميم لمodel أو تطوير model بدي أنا أكون بدي أنا أكون على دراية بجميع العناصر وعلاقتها مع بعض تمام طيب الhypothesis لو أنت شفت هنا في عشر أسئلة باري اللي سألت عن موضوع العلاقة بين الأسئلة والأهداف والhypothesis هاي العلاقة تمام إنه كل سؤال لي واحد أو اتنين من الفرضيات يعني كل سؤال كل سؤال لي هدف كل سؤال لي هدف واحد ولكن لكل سؤال ممكن يكون فيه فرضيتين أو أكثر تمام لذلك عدد الفرضيات ما في علاقة بينه بين عدد الأسئلة ممكن لكل سؤال ثلاث فرضيات أو كل سؤال فرضيتين تمام طيب هذه فرضيات الدراسة هذا الhypothesis اللي أنا بدي أعمله طيب بديت أنا الآن أكتب فصل الإطار النظري literature review شايفين ركز معي كويس إيش أول شيء كتبته في الإطار النظري online learning platforms موجودة في التايتل في العنوان إيش تاني شيء أنا كتبته في الإطار النظري student satisfaction اللي هو العامل المستقل يعفوا العامل التابع تمام طبعا أنا في عندي عوامل كثير أو عناصر كثير ما رح أروح عليها كلها بس أنا لابد أوضح لك يا فكرة واحدة إنه هذا هو student satisfaction أي student's academic achievement أنا اللي بدي وصل لك يا الفكرة هذه إنه العنوان والإطار النظري ومنهجية الدراسة ومناقشة النتائج لابد اتغطي جميع عناصر الدراسة إذا أنا شفت الإطار النظري بعدين أنا الآن هشوف أنا لسه في الإطار النظري هذا منهجية البحث في منهجية البحث أنا إيش عملت بالزبط ذكرت تصميم الدراسة زي ما إحنا قلنا تصميم الدراسة تمام بعدين قلت إنه إنه إحنا صممنا هذه الأداة وقلنا إنه فيه اتنين خبراء حكموا لهذه الدراسة two experts were referred to for the evaluation of the questionnaire content تمام فادين قلت إنه for data analysis the data were attended from the questionnaire or the analyzed by SPSS AMOS equation model مش عارف إلا آخري بعدين رحت على sample characteristics with data collection إيش يعني العينة عينة الدراسة تبعتي وجمع البيانات عينة الدراسة كانت 283 questionnaire أنا وزعتهم فيه منهم ارتفضوا لأنهم مش كاملين فالتوتل صار 264 14 where incomplete يعني فيهم مشاكل فما ما أخذناهم المهم الخلاصة إنه أنا عندي 264 questionnaire رجعي لي كاملين الآن حبد في موضوع تحليل البيانات questionnaire in this study has been developed كذا كذا طيب آخر فقرة النتائج تحليل البيانات والنتائج تمام لأن أنا بدعم الموديل النتائج عبارة عن جداول وفيقرز هو هذا الموديل نهاية الموديل اللي أنا عملته تمام هذه الجداول إلى آخره مناقشة النتائج هذا هو الجزء الأخير مناقشة النتائج كيف أنا ناقشت ناقشت عبارة عن كل متغير لوحده تماما كما في الإطار النظري يعني لو أنا ما عندي إطار نظري ما كنت قادر أني أعمل مناقشة تمام أتمنى أن الفكرة تكون وصلت أن كل متغير مذكور في العنوان عنوان البحث لابد كل قسم في الإطار النظري ولابد كل قسم في منهجية البحث ولابد كل قسم في مناقشة النتائج وأخيرا بالكونكلوجين and future work في حد سألني عن موضوع الموضوع التوصيات هذا هو التوصيات recommendation التوصيات يا شباب هي عبارة عن اقتراحات إحنا بنقترحها للباحثين اللي راح يكملوا في نفس موضوعنا بنقولهم والله ما تشتغلوا على دافعية البحث إحنا خلاص اشتغلنا عليه ولكن إحنا بنقترح عليكم أنه ضمنه مثلا تدرسوا كمان متغير إيش هو التحصيل الأكاديمي والدافعية الطلاب ومثلا مدى رضا الطلاب satisfaction ستيرا satisfaction تمام لمسا عن مدة اللقاء إحنا خلصنا ضايل بس آخر شغلة من اللقاء وهي إيش قرأت اللي سامع الصوت يقول لي الصوت واضح نعم هذه الخطوات واضحة في كل العلوم الإنسانية هذا هذا لينك الشهادة رأعطيك الآن هذا لينك الشهادة تمام طيب آخر فقرة من فقرات اللقاء هذا هو الإعلان عن الدورة المكثفة رح نقوم إن شاء الله بعمل دورة مكثفة لكتابة ورقة علمية ونشرها طبعا الورقة هذه أو الدورة هذه رح تكون خلال أسبوعين رح تكون خلال أسبوعين خلال أسبوعين رح نعمل عدة لقاءات تقريبا يعني ست لقاءات في كل لقاء أكثر من ثلاث ساعات تمام محاور الدورة هذه إنه إحنا نكتب ورقة علمية نكتبها بغرض النشر يعني مش مجرد كلام وشرح إحنا نكتب ورقة علمية في خلال أسبوعين طبعا الموعيد بيتم يعني باتفاق عليها لاحقا بعد ما نكتب هذه الدورة بعد كل لقاء رح يكون في أسايمنت أو واجب إنه أنا أشوفه اللقاء القادم ومن ثم أعمله تقييم وبناء عليه نكمل الدورة الحالية فالدورة هذه عبارة عن كتابة ورقة كاملة ومن ثم نشرها في سكوبس أو Era Database طبعا سعر الدورة هي دورة لمدة أسبوعين سعر الدورة هي 49 دولار فقط طبعا هذا بعد الخصم 75% فقط ساري اليوم يعني العرض ساري لليوم فقط تماما شباب فإحنا مرة أخرى بنعلن عن الدورة دورة المكثفة لكتابة الورقة العلمية الدورة هذه ستتم من خلال ست لقاءات على مدار أسبوعين بحيث أنه نقترح عنوين وبنبدأ نشتغل في كتابة الورقة العلمية خطوة بخطوة بعد كل لقاء رح يكون في واجب assignment بعمله عملية تقييم في اللقاء المقبل وبناء عليه بنتمم إكمال الدورة طبعا المجانيا رح نقدم المساعدة في التواصل مع المجلات أيضا رح نقدم خدمة البروف ريدنج أو التدقيق الإملائي بشكل مجاني والتواصل مع المجلات سعر الدورة هو 49 دولار فقط للناس اللي رح يتسجل اليوم فالناس اللي رح يتسجل اليوم رح يحصلوا على السعر المخفض للدورة وهو 49 دولار تمام أي تواصل أو استفسار ممكن تتواصلوا معاي على الواتس أب أو على الإيميل ما في أي مشكلة بالنسبة لرابط الدورة الدورة باللغة العربية ولكن الكتابة باللغة الإنجليزية هذا هو رابط تسجيل للشهادة يا شباب هذا هو الرابط للتسجيل للشهادة وهذا رح أرسل لكم الآن الرابط للدورة المكثفة اللي حاب يسجل في الدورة المكثفة ممكن ينضم لهذا المجموعة بحيث أنه يسجل في الدورة خلال 24 ساعة حتى يحصل على السعر المخفض هذا هو رابط المجموعة أهلا دكتور سمير طبعا طبعا تفضل تفضل دكتور سمير حياك الله يا حبيب ثواني أنا موعد الدورة المكثفة غير محدد حاليا يتم تحديده في مجموعة الواتس أب يعني الناس اللي راح تشترك في الدورة الناس اللي راح تشترك في الدورة يتم اتفاق معهم على موعد الدورة المكثفة تمام هذا هو الرابط للمجموعة دكتور سمير تفضل يا حبيب بالنسبة لرابط المجموعة التانية رابط الشهادة طيب طيب تمام تمام أنا عمالي بدور على دكتور سمير دكتور سمير تمام تفضل سمير أنا سلام عليكم وعليكم السلام وعليكم السلام وعليكم السلام الله وبركاته يا أهلا دكتور أول شيء أرحب بكم جميعا ويعطيكم العافية وبيض الله وجهك يا دكتور ندعي لك من المدينة منور أن الله يفتح عليك وإزاك الله خير الدنيا والآخرة الله يحفظك يا دكتور أول شيء نشكر كثير دكتور على الدورة القيمة وعلى الدورات القيمة وما شاء الله تبارك الله أنا شايف إعلان طيب من ناحية الدورة ونفس الشيء نشر علمي في دورة يعني 49 دولار هذا شيء طيب بصراحة ومكسب يعني جدا متميل دكتور أنا كان عندي سؤال ما عليش المفترض أني أسأل السؤال هذا مبكرا في موضوع تريتيكل فريمورك اللي هو في شبتر 2 موضوع النظريات زي ما أنت عارف هناك عدة مدارس في موضوع النظريات طبعا بعض المدارس بالذات في فلسفة البحث العلمي يقول لك بالذات في بعض المجالات مثل موضوعنا إحنا مثلا في الصحة أو في مجال التربة البدنية أنك تجمع عدة نظريات مثلا جيب مثلا تمانية نظريات أو تسعة نظريات وتعمل مناقشة فيما بيناتهم وفي الأخير تختار إحدى النظريات يعني مثلا social cognitive theory مثلا أو planning behavior تختار إحدى النظريات وتطبقها على بحثة وتمشي عليها طبعا من بداية البحث إلى نهاية البحث فما أدري يا دكتور إيريت لو يعني توضح لنا هذه النقطة هل الواحد ممكن يستخدم يعني عدة نظريات وفي الأخير يعتمد على نظرية واحدة بعد مناقشة النظريات وعمل وعمل انفاهم فيما بينهم أم أنه خلاص دايريكت أجيب النظرية على طول وأستخدمها مباشرة في البحث بزاق الله خير وشكرا دكتور مع السلام الله يبارك فيك دكتور سمير الله يرضى عليك طيب بالنسبة للموضوع النظريات الموضوع النظريات في البحث باللغة الإنجليزية نابد ذكرها في الفصل الأول تحت عنوانين عنوان theoretical framework وال conceptual framework طبعا إيش الفرق بين theoretical framework وال conceptual framework زي ما تفضل دكتور سمير في العديد طبعا احنا قلنا في social science والhumanities لابد من الارتكاز على نظرية لابد ما بينفع نعمل بحث من غير الاتكاز على النظرية فtheoretical framework هي ذكر النظريات اللي راح تساعدني في هذا البحث theoretical framework سواء نظرية أو اثنين أو ثلاثة أو عشرة بينما في conceptual framework أنا حاخذ أو أقطع الجزئيات المناسبة فقط لبحثي يعني أنا عندي مثلا constructivism theory self-regulated theory فنظريتين أنا بدي أسوي بحث ممكن أقطع من self-regulated وممكن أقطع من constructivism theory فأنا هذا هذكره في conceptual framework وأعمل figure أبين إيش العناصر اللي استخدمتها من كلا النظريتين ومن ثم هذا conceptual framework بصير خاص ببحثي أنا تمام فلابد إنه الجزء النظري يقوم على justification Justification اللي هي إيش نقول يعني بالعربي دكتور سامير ساعدني Justification يعني تأييد لوجهة نظري تأييد لوجهة نظري إنه هذا النظرية هي فعلا مناسبة لشغلي وهذا السبب Justification ذكر الأسباب فوكري نستخدم ست نظريات خمس نظريات أخذ من كل نظرية مثلا العنصر معين هذا هو Theoretical في conceptual framework بذكر فقط العناصر المهمة لمحثة تمام دكتور سامير شكرا لك دكتور بيض الله وجه الله أبا طيب في أسئلة أخرى ولا ننهي اللقاء طبعا بالنسبة للعرض أنا راح أعمله Share على المجموعة مجموعة الWhatsApp أيضا رابط الشهادة راح أعمله Share لا لا عفا رابط الشهادة ما بقدر أعمله Share لأنه ممكن كل سجل فيه أنا فقط عندي حضور 100 فرح أنا نعم نعم رابط المحاضرة راح أشيره على الgroup إن شاء الله شكرا لجميع على الخضور والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة